ينضم إلينا من مدينة نيامي عاصمة النيجر الكاتب الصحفي محمد سيدي سيد محمد بعد التحية هناك الحديث حول تدخل العسكري في النيجر عاد إلى الساحة مرة أخرى بهذا الاجتماع للرؤساء والأركان لدول غرب أفريقيا إكوس كيف يبدو رد فعل الرسمي والشعبي في النيجر تجاه الخيار العسكري أو ما يتردد حول الخيار العسكري من دول إكوس؟ أولا أشكرك على حسن الاقتبافة بجانب المجلس العسكري أو المجلس الوطني لحماية الوطن كما يطلق على نفسه إذا هناك أي رب إلى حد الساعة حول ما جرى أو حول ما تطرقت إليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عزمها أنها ستتدخل عسكريا في حال لكن بشرط في حال لم يتم إعادة الحكم الدستوري أو إعادة الرئيس المعزول إلى سدة الحكم من جديد بالنسبة للمجلس كما أسلفت وقلت ليس هناك أي ردود أفعال لجاه ما حدث يوم أمس لكن شعبيا من قبل المواطنين يتابعون بقلق ما جرى من المجموعة الاقتصادية ويطالبون في الوقت نفسه للمجموعة أن تبتعد عن الشؤون الداخلية للنيجر وأن لا تنجر في ما لا يعنيها في داخل النيجر وتطلب منهم الحل السياسي والديبلوماسي بدلا من الحل الذي سيفاقم الوضع إلى الأكثر وبالتالي التدخل العسكري كما قال الضيف غير وارد الآن لكن إن حصل فإن الجماعات الإرهابية الأخرى فتقتنم الفرصة لانتشارها في الأراضي الأفريقية بشكل موسع المجلس العسكري الحاكم الآن في النيجر يقول أنه لا يمانع أو أنه منفتح على كل الحلول السياسية والحلول الدبلوماسية على الأقل هذا ما ذكر بعد زيارة وفد ديني من نيجيريا إلى بنيابي ما هي الحلول المطروفة؟ نعم في بداية الأزمة منذ بداية الأزمة 26 من الشهر اليوليو هناك يعني لم يكن المجلس منفتح على الجوار لكن في الأيام القليلة الماضية تابعنا رئيس المجلس نفسه عبد الرحمن تاني كتب رسالة إلى رئيس نيجيريا أرسلها له مع الوفد المكون من العلماء أنه منفتح ومستعد ومهتم بالحوار لكن بشرط أن يكون حوار بناء وأيضا نزيه حسب كلمته ومنذ ذلك الوقت تابعنا أيضا زيارة رئيس الوزراء إلى إنجمينة والتقائه برئيس محمد إدريس بيئتنو ونستطيع أن نقول أن هناك خطوة جديدة للمجلس لاتباع الحوار والحلول السياسية والديبلوماسية لإخراج النيجر من هذا المأذق السياسي الذي تعيشه هل نتوقع تنازل ما من قبل المجلس العسكري الحاكم؟ المجلس العسكري حسب رأي الناس هنا لم يتراجع بشكل أو بآخر عن السلطة هذا شيء خيالي ولا نعتقد أنه سيتم المجلس العسكري لن يعيد الرئيس الأسبق إلى السلطة من جديد لكن على الأقل الأفراج عن الرئيس محمد بازوم هذه خطوة أخرى والحل السياسي هو من يتطلق إلى هذه النقطة هل برأيك هل هناك سيناريوهات أو ما هي سيناريوهات الحل السياسي؟ أنت تقول أن الإفراج عن الرئيس السابق محمد بازوم هي خطوة أولى هي لابنة أولى فيما يتعلق بإمكانية الحل السياسي هل هناك تصور في النيجر لحل سياسي حل دبلومايسي سواء بالحوار والنقاش مع إكواز أو حتى بوساطة شادية؟ أنا أسلفت وقلت لك أن المجلس العسكري قال أنه مستعد في الأولى الأخيرة أو في الأيام القليلة الماضية الحديث مع إكواز نفسها يعني مستعد للحوار مع إكواز لكن بشروط تكون حوار بالناء ويكون عبر طاولة المقاوضات لحل حالة الأمور وإعادة الأمور إلى طبيعتها لكن ليسا بعودة المعجول صحيحة كنت أسألك عن إمكانية أن تفصح لنا أو تتوقع لنا شكل هذا الحل الدبلومايسي على أي حال روسيا هل ترى أنها بتدخلها الأخير بدعوتها للحل السياسي في النيجر هي وضعت سياسة محاور داخل النيجر من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومن ناحية أخرى روسيا كنت أقول روسيا بتصريحاتها الأخيرة بإمكانية أو بضرورة الحل السياسي والحل الدبلومايسي في النيجر هل وضعت أزمة أخرى هل وضعت النيجر في أزمة محاور دولية أخرى روسيا كانت تتحدث عن أن الحوار لازم ويجنب البلاد من أي تدخل عسكري أو أي تفاقم للوضع الأمني لكن من جانب آخر الشعب نفسه هنا يعتمد هذه الخطوة ويريد حقيقة أن يجري هناك حوار لكن يكون حوار سياسي بدون تدخل أي أطراف أخرى في الشأن الداخلي من جانب آخر تابعنا أمريكا الولايات المتحدة قالت أنها ستبعث سيرتها إلى النيجر لكن لم تقدم أوراق الاعتماد إلى المجلس العسكري شكرا جزيلا محمد سيدي الصحفي النيجري كنت معنا من العاصمة نيامي شكرا جزيلا